بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عياد فيديو جديد من حل المشاكل المستخدمين مع سورة دوركس من خلال شرح اعدادات البرنامج يلا بقى نبدأ مع بعض ننزل بقى لمجموعة الخيارات اللي تحت وهنلاقي بقى فيه اول خيار use shaded face highlighting الخيار ده بيعمل ايه? لو انا مفعل الخيار ده وجيت احدد اي feature من ال feature manager design تريه بيحدد لي feature بالكامل بالحواف بتاعته لو لغيته بيحدد الحواف بس تعال ايك هنشوف لو انا مفعله وقلت وروحت مسلا على feature دي اللي هي ده اللي يمحددها كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده طيب لو انا روحت على display ولغيت الخيار ده وقلت ووجيت احدد نفس feature هلاقيه عند الحواف بس اللي بتتحدد واي feature طبعا اللي ايه كده حدد بس الحواف اه الحواف بس بتاع الفيلت من حيات تانية لكن ما بيحدد ليش الفيتشر بالكامل وانا مفعل الخيار ده عشان لو جيت في مرة لقيت انت بتضغط على حاجة كده وبتلاه مش مش ظهرة معاك selection بالكامل ارجع للخيار ده وشغله بعد كده عندي خيار highlight all edges of features selected in graphic CPU الخيار ده لو انا مفعله وبعدين اخترت اي feature بيحدد كل الحواف بتاعه تعال اك نشوف مع بعض اوكي لو انا روحت مسلا على السطح ده اخترت السطح ده كده فهو هنا حدد لي السطح ده بس ما حدد ليش حاجة غيره طب الخيار بتاني ده بيعمل ايه تعال اكي ايه بنشوف الفرق لو روحت هنا على فعلت الخيار ده اوكي وجيت حددت نفس السطح ايه اللي هيحصل هلايه بيحدد لي بقى كل الحواف بتاعة دي وهو هنا تلاقيه في في اختار اللي هي الفيتشر فهنا لما حددت السطح ده حدد لي كل الحواف بتاع الفيتشر ده ده الفرق بينهم اي حاجة برضو بعملها بيحصل فاكرة اختارتي ده اهو يوم محدد لي كل الحواف بالكامل على عكس ان انا مش مفعله ويختار للسطح بس يبقى ده بس فايدة تفعيل الخيار ده نعرض بقى مشكلة بسيطة انا انا ما بروح مسلا على اي اه مجسم عندي تشوف كده اول ما بقف عليه بيبدأ يظهر لي الحواف بتاعته ويفتى هنا تظهر لي الحواف ده وهكزا طول ما انا شغال بقف على اي سطح وانا واقف كده بتظهر لي الحواف ده الطبيعي وده اللي احنا متعودين عليه علشان نعرف نشتغل او نحدد بقى اي خط زيادان اخد منه اي حاجة بيتبان معنا كل حاجة بالشكل ده اول ما بنقف عليه تمام في احيانا بقى ناس او في مستخدمين بيظهر معاهم الوضع غير كده خالب نيجي نروح برضو نقف على نفس المجسم فيش حاجة بتظهر نروح هنا فيش حاجة بتظهر نمشي على اي حاجة ما بتظهرش طب ايه ده بقى ايه اللي حصل نروح بقى كده على وعلى وهننزل نفعل الخيار ده خيار ده اول ما بنفعله كده اول ما روها فعل اي حاجة اهو تبدأ بقى تظهر لي الشكل ده زي ما احنا شايفين كده اول ما فعل اي حاجة تبدأ تظهر لي الخطوط والحواف بتاعته فلو لقيت عندك المشكلة اللي شفناها دلوقتي روح على طول على وفعل الخيار ده بعد كده الخيار اللي جاد عندنا في طبع انا ما اتكلماش عن كتير بس هنشرحه كده ايه للناس اللي شغالة مش هنطبقه بشكل عملي بس هو سهل يعني اللي هو ان انا اشوف الحواف المفتوحة في احنا انا اشغال في كده بقى عندي حواف مفتوحة فممكن اتبعيش اشوف الحواف دي بألوان تانية علشان اعرف اميز الحواف من بعضها في الاسطح يعني اميز ابقى من الحواف في الممسة واعرف اشوف اللون او اشوف الحفة المفتوحة دي بلون مختلف فالخيار ده بيسمح لي ان انا اميز الحفة دي بلون تاني بس انت اصلا عشان تحدد بقى اللون ده هتعمل ايه ستيكر بقى كده هنروع على ونروع بقى اللون اللي احنا عايزين الحفة دي تظهر به ده طبعا اللون الطبيعي للحواف هنختار بقى اللون احنا عايزينه ونضفه هنا علشان الحفة بتاعتنا تظهر باللون ده طبعا احنا خلاص عرفنا ان نظام الالوان هنا اي حاجة انت عايز تزبط لها الوان محددة لها موجودة داخل نظام الالوان بترجع تزوطها لكن انت بعد ما بتختار اللون هنا علشان بقى تفعله لازم تروه بقى وتفعل الخيار ده اللي هو بس لازم تختار اللون بتاعك الاول او تختار اللون الافتراضي اللي موجود عاماتا عشان تفعل الخيار ده طب لو انت مختار اللون ومش عايز تفعله بترجع تلغي من هنا فاللون اللي انت اختارته كده كده ما بيزهرش. بعد كده عندنا خيار آآ شكل البيلان هل انت عايز البيلان كده بشكله من جوة المزلل بالكامل ولا حواف بس. فلمفاعلين الخيار ده كده تعالى نعمل اوكي وروحنا مسلا مزهرنا البيلان ده شوف كده شكل البيلان هنلاقي البيلان ده ايه فيه ظل من جوة كده مقفول من الداخل والحواف بتاعته. طيب تعالى كده نلغي الخيار ده ونلغي تفعيل الخيار ده. اوكي. هتلاقي البيلان بتاعك بقى بالشكل ده كده. الاطار الخارجي بس اللي باين ومش مزلل من الداخل. طب في حاجة حلوة كمان كده ممكن نعملها هي في بس برضو ببننا في البيلان ممكن نشرحها دلوقت. آآ في ناس حجبة تبقى شغالها في في بيئة العمل بتاعتها او الجرافيك اريا واضحة اوي. يعني انا ممكن اشوف البيلان من اتجاه بشكل ومن الاتجاه المعاكس بشكل تاني او من اتجاه بلون ومن اتجاه المعاكس بلون تاني. ازاي الكلام ده تعالى كانش مع بعض لو رحت على و جينا خلينا نفعل الخيار ده في وبعدين روحنا على وطبعا مدام قلنا يعني الخيارات ده بتبقى متطبقة على الملف اللي احنا فاتحينه بس مش على البرنامج او اللي احنا اللي عمله لسه بصفة عامة. الملف ده بس. وعليشان حاجة تظهر دلوقتي كده هقولك هي بتظهر معنا كده ليه? لو رحت على بلاء عندي بقى هنا كده اختيارين. الفرانت والباك فيس كالر. الالوان بتاعت البلان بتاعي. الامامي والخلفي. يعني انا مسلا جيت على الفرانت كده ممكن اتديله لون. ممكن انا مسلا عايز البلان يظهر معي كده باللون ده. اوكي. ده من شكله الامامي. وخلينا نقول من الناحية التانية هنظهره مسلا باللون ده. اوكي. تمام كده? وروحنا كده اوكي. ايه اللي حصل? هتلاقي البلان من هنا كده ظهر باللون ده. نشوف لو لفنا من الزاوية التانية هتلاقيه ظهر بالشكل ده. يعني بقى الناس اللي هي بتحب تكون شغالة في بيها ايه? جميلة كده. طي. ليه انا بقول لك بقى الموضوع كده تاخد بالك من حيث انهم اطبع الملف ده بس. احيانا في ناس مسلا تقول انا في حد بعتلي تصميم اشتغل على الناس اللي شغالة فريلانس وكده فجالي تصميم اشتغل عليه. فلاحظ ان التصميم اللي جاله ظهر عنده البلان باللون ده. طب هو طب انا عايز تطبق الكلام ده عنده. بتطبقاش ليه? اش ما انا ظهر في الدكومنت ده بس. علشان هو اللي بعتلك الملف كان عامل في الاعدادات بتاعته زابط الالوان بتاعته على كده. طيب في حاجة كمان بقى بالمناسبة. ادام كده كده دخلنا في الدكومنت عندي اللوطة دي. تعالك يا روحة عليها تاني. انا هنا بقى ممكن هتحكم في الشفافية. لاحظ الشكل كانت شفافية عندي اعلى حاجة. مسلا كده مية في المية. ان الشكل عندي شفافة اهو. ممكن بقى الشفافية تقل في واحد يقول لي ده البلان اللي جالي مش شايف الشكل اللي وراه. فهنعمل فيها ايه من عمرة. احين كده على البلان ديسبيلي ونقلم. هي كده مية في المية في البلان انا شايف. احنا ممكن يجيلك كده. اكي. شايف البلان عامل ازاي? قفل وراه منه. يبا انا بقى ايه لو جالي بلان بالشكل ده ممكن هروح على وافتح الشكل ده. ممكن كمان يجيلي اشد من كده. ممكن هلاقيه جايلي بالشكل ده. هقفل اللي وراه خالص. مش باين اصلا انه في مجسم هنا. الشكل ده. فانا لو جالي بلان بالشكل ده على طول. هراه على 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 وقوم هي رافع الشرفية بتاعتي بحس ان انا شوف اللي ورا. طبعا ما قفلاش للاخر بحس بادور ان البلان يفضل ظاهر معايا. طبعا كده كده احنا كنا نشرح الجزئيات دي في بس بما انها تتعلق مع البلان واحنا بنتكلم عن شكل عرض البلان فانجيبها معنا بالمرة. بعد كده في خيار تاني قبل ما نروح نشوفه مع بعض. عايزين شوف حاجة انا اول. ده مجسم زي ما احنا شايفينه هنا كده عليه مجموعة ابعاد وبعدين فعلنا علشان نشوف الابعاد بالشكل ده على المجسم. طبعا لو مش مفعلنا الخيار ده مش هنشوف الابعاد اللي قدامنا دي. فاحنا خلينا نفعل الخيار ده كده ونشوف الابعاد. تمام? وبعدين نروح نشوف الخيار التاني ده. لو رهت على سنعايزك تشوف شكل الابعاد كويس كده. بالشكل اللي هي ظاهرة فيه. وبعدين روحنا على هلاقي عند الخيار ده. احنا شايفين الابعاد بتاعتنا بالشكل ده من غير ما نفعل الخيار ده. طب لو روحنا بقى هنا كده. على وفعلنا الخيار ده. قلت له وكيد. ايه اللي حصل? هنا الخيار ده بيعرض للابعاد في مستوى الشاشة. يعني ابعاد حتى اللي مش ظاهرة معها دلوقتي يعني ده مسلا مش ظاهرة تزهر عند الابعاد ده كده وجاية في مستوى الشاشة. ده فايدة تفعيل الخيار ده. وطبعا كلما بحرك الشاشة او كلما بحرك الشكل الابعاد بيختلف زي ما احنا شايفين كده. على حسب بقى مستوى الشاشة او الزاوية اللي انت واقف عليها. ده فايدة الخيار ده. الخيار اللي بعد اتكر زيه مع اختلاف النوع عرض يعني يعني هنا متكلم عن عرض الابعاد هنا عرض اللي هي الملاحظات طبعا الملاحظات برضو علشان نذكرها معانا بسرعة كده يعني لو انا عند ملاحظة مثلا اوكي اروح على ممكن اضيف بقية ملاحظة من اللي قدام ده البالون اشارة لحام نص خلينا مسلا لكم هناخد البالون نص وبعدين هياخد الملاحظة دي هنا كده تمام فهنا برضو انا مش مفعل اه الخيار بتاعها ان انا عرضها في اه مستوى سطح الشاشة لو انا رحت هنا ده شكل الملاحظة لو انا رحت هنا على وبعدين رحت على وفعلت الخيار ده اوكي هلاها ظهرت معي بالشكل ده في مستوى السطح بتاعها الافة اتحرك هتتغير معي هنا يمكن الموضوع باهم اكتر كل ما اتحرك الملاحظة بتاعتي تاخد نفس الشكل ده يعني انا لو مش مفعل الخيار ده بتبها هي واخدها واضعها كعرض سلاسي الابعاد ما مش بتتحركش معي هي سابتة في مكان ولو انا رحت على زاوية العرض بتاعتها اللي انا عملتها عليها تظهر شكلها العدل لكن علشان اظهرها معي في كل حركة انا بقى لفها تظهر معي بالشكل العدل بتاعها ده يبقى انا كده محتاج افعل الخيار ده هنكتفل حد هنا في فيديو النهاردة وان شاء الله نكامل مع بعض بمع في فيديوهات تانية يا رب يا جماعة يكون كان الموضوع سهل والشرح بسيط لو في اي مشكلة لابدتكم اكتبالي في التعليقات او بعتقالي على الرابط اللي سوالكم في صندوق الوصف ولعبك الفيديو اعمل لايك اعمل مشاركة الفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس عشان نوصلك كل جديد كان معكم محمد عياد سبحانك اللهم بحمدك اشهدان الليل اللي انت استغفرك واتوبه اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته